موضوع أخونا محمد عبد الله الأمور رهي تجري صحيح أن كان مفروض أن يكون الموافقة على الإسبان جينا في هذه الأيام لكن مكاشئ موافقة مازال فتأخرت الموافقة فرح تكون المظاهرة في مدريد بإذن الله ستكون لكن القضية هي متى تأتي الموافقة لأنه مضطرين هنا كان قانون عند الإسبان أنه لازم عشر أيام ومن شعار في مرة يعطلوا حتى ولكن نحن ستكون المظاهرة في مدريد مظاهرة رهي بدات في نيويورك خوبنا في نيويورك بدأوا في المظاهرة خوبنا في ليون رهي تقريبا نظerne كل مرة ومرتين في الأسبوع رهي تظاهروا أمام صفرت إسبانيا في ليون وفي أماكن أخرى جاية مظاهرة ستراسبورغ جاية مظاهرة بريكسل جاية مظاهرة موريال جاية مظاهرة أخرى كلها رهي جاية بمعنى أن شهر أكتوبر وربما نوفمبر سيكون احتجاجات ومظاهرات على محمد عبد الله ومحمد الإعلامي وعموما على الحركين لكن طبعا الأكثر خاصة أن محمد أن أخونا الإعلامي راه في حالة حارجة جدا جدا دعواتكم له هذه العصابة انتقمت منه انتقام بائس جدا الآن فيه جمعية قامت جمعية نشأت جمعية في أوروبا رسميا وهي اللي تتولى كل شؤون محمد عبد الله وهذه الجمعية الآن تدير الموقع محمد عبد الله وأيضا صفحة الفيسبوك وربما أيضا في الأيام القادمة صفحة تويتر لأخونا محمد عبد الله لتتابعوا عنها كل شيء التضامن الدولي راهو يكبر راهو كل مرة يضاف اسم لكن طبعا هذا موضوع التضامن الدولي أيضا مرة يأخذ وقت لأن شخصية راح تكون هناك وظروفها مش دايما وأوقاتها مش دايما وأحيانا تحتاج وقت إلى آخره لكن اللجنة التضامن الدولي راهي على قدم وساب كما يقال ترجمة نانسي قنقر